مع اعلان الجيش الامريكي انجاز تسعين بالمئة من انسحابه النهائي من افغانستان الذي بدأه في ايار الماضي فان حركة طالبان بدأت باستغلال الفراغ الامني فباتت تسيطر على مناطق استراتيجية في عدد من الوديات امام تقهقر الجيش الحكومي غير المهيئ لسد الفراغ الامني والذي فر منه نحو الف وسبعة وثلاثين جنديا باتجاه الحدود مع طاجكستان في الوقت الذي تحقق فيه حركة طالبان مكاسب كبيرة ميدانيا فانها اعلنت عزمها تقديم خطة سلام مكتوبة الى الحكومة الافغانية الشهر المقبل مؤكدة ان محادثات السلام ستصبح بوتيرة اسرع خلال الايام المقبلة واشارت الى ان طالبان لها اليد العليا في ساحة القتال الا انها جادة للغاية بشأن المحادثات والحوار فيما انتقدت صحيفة واشنطن بوست الامريكية سياسة الرئيس جو بايدن في ملف افغانستان وقالت انها تؤسس لمستقبل قاتم لامريكا والغرب وان نتيجة الانسحاب الامريكي من افغانستان ستكون كارثة على سكان البلاد البالغ عددهم ثمانية وثلاثين مليون نسمة وفي رد على تقرير يفيد بان الولايات المتحدة وحلف الناتو يريدان بقاء بعض القوات في افغانستان بحجة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية قالت حركة طالبان انها تريد تطبيق اتفاق الدوحة مع امريكا والذي بمجيبه تخرج جميع القوات الاجنبية من افغانستان وان الحركة ستعلن قراراتها في حال بقاء القوات الاجنبية فيما ابلغت السفارة الامريكية في كابل الحكومة الافغانية ان الولايات المتحدة ليس لديها خطط لاغلاق بعثتها الديبلوماسية مع تزايد المخاوف الامنية بسبب تصاعد هجمات حركة طالبان اتفاق انسحاب القوات الامريكية من افغانستان المزمع انجازه نهاية اهب القادم والذي تم التوقيع عليه في قطر يفتح الباب امام تساؤلات كبيرة حول ما سيؤول اليه الوضع في افغانستان وطبيعة علاقاته الجديدة والسياسات المستقبلية للبلاد في ظل ازمات وتوترات تعيشها المنطقة اشتركوا في القناة